صباح الفل يا صباح الهنى على كل اللي بيشوفونا في برنامج ميديا زوم وفقرة جديدة من فقرات برنامجنا وخلوني قبل ما اتكلم في موضوعي النهاردة ارحب بزميلي في الستوديو صباح الخير يا علي صباح الفل عليك يا سناديو صباح الفل على الكل اللي بيشوفونا صباح الفل يا علي ايه الاخبار اه زي الفل يا الله تمام الحمد لله زي الفل المهم في موضوع فاكرتنا النهاردة هنتكلم عن النجاح وازاي الواحد يقدر يوصل لاهدافه وازاي الواحد يعني النجاح بشكل عام ممكن تشرح ان ايه هو النجاح النجاح انك تحط هدف قدامك ترسم له كويس تخطط له كويس بحيث ان انت توصله في اسرع وقت وتحققه في وقت قياسي جدا وبشكل كف النجاح يعني ممكن بشكل اصح ان انت لو انت عايز توصل للنجاح بشكل اضاق انك تحاول تصاحب الناس الاجابية ممكن صديق او او زيميلك في الشغل الناس دي ممكن ايه لو توصلك بشكل اصح او ناس ايجابية ناس ما بتحكتش عليك لان الهدف الرئيسي من انك توصل للنجاح بتاعك ان انت تخطط له بشكل كويس جدا تصاحب ناس كلها ايجابية ما بيكونش بتغير منك الناس دي لما انت بتقع في النص الناس دي هي اللي بتقدر تقومك مرة تانية زي مثلا حد من عيلتك او صاحب قريب منك جدا هي الناس دي هي دي اللي بتدفعك لقدام هي دي عجلة النجاح سين مثلا ان انت لو عايز تاخد كورس في الانجليش ومش عارف مثلا تبدأ مع مين اوكي فانت مش عارف مثلا هتختار مدرس مين بالزبط يكون professional وتقدر تكمل معي فهو ممكن يقابله في طريقه حد كويس جدا فيقترحه عليك فبالتالي انت بالصديق ده تقدر تكمل وما تقعشي وتوصل لهدفك بشكل اسرع طيب يعالي كلنا عندنا اهداف تمام انا لو عايزة اوصل لهدفي بشكل اسرع ايه هي الحاجات اللي بحطها قدام عيني عشان تسهل علي الموضوع اهم حاجة بس في الهدف انك ترسم الهدف قدامك يعني مثلا تكتبه في ورقة طول انا عايز مثلا اعلامي كبير في مستقبل عايزة مثلا دكتور تكتب الهدف كده على ورقة اللي ده بيكون انك بترسم الهدف بتكون الرسمه في دماغك بشكل اكبر وبعد كده بتحاول تسعلي بتشوف انت بتاخد كرصات بتاخد برامج بتاخد ورش دي كمان بتفيدك بشكل اكبر اصمعت من مجموعة لايف كوتش كده ان الهدف لازم يكون ملموس لازم يكون واقعي لازم يكون محدد فاهمني لما يكون انا عندي هدف قد رئيسه وواقعي ومحدد هيكون الطريق ممهد قدامي ان انا احقى الهدف ده لكن برضو يا علي فيه كده في بالك اقوال مقصورة او كوتس كده على دماغك حضرة تقولها للسادة المشاهدين بحيث ان هم ياخدوها ويكملوا بيها بصي هو من اهم ما في الاقوال يعني انت تؤمن من جواكي ان بالنجاح يعني انت كتبت اقوال قدامك بس انت لازم تكون مؤمنة بالنجاح من جواكي انا هوصل انا هعمل طول ما انت بتدي الكلام من جواكي الاقوال هي اللي بتطلع من قلبك انت هي اللي بتوصلك بشكل اكبر انا امبارح سمعت عن مقولة كده قالها والدزني قال ان الفرق ما بين الفوز والخسارة هو عدم الاستسلام وان لو قدامك حد خبير فهو ما وصلش للمكانة اللي هو فيها من يوم وليلة بالعكس هو كان مكانك وبدأ واشتغل على نفسه لحد ما في يوم من الايام وصل اللي هو وصله الاستسلام ممكن بيكون يعني الناس اللي بتستسلم بسبب ممكن واعت مرة واثنين وثلاثة يعني حاول ان الدنيا عمتا احنا كلنا بشر وكلنا نوع وكلنا هنغلط بس هم حاجة نتعلم من الاخطاء بتاعتنا نتعلم من زي يعني نطلع لقدام والكلام ده وبلاش حتة الاحباط اللي انت لازم اللي انت تتفنى في نتكلم الناس الإيجابية الناس اللي طلعك لقدام من غير واحد يكون حقود عليك بشكل اضاق يعني اوكي عشان وقت فقرتنا صغير جدا كنا عايزين نتكلم الموضوع مليان تفاصيل بس وقت الفقرة صغير استنونا فقرات تانية جديدة استرموانيكو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة